ألقى الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك بيانا نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوضح من خلاله موقف دول المجلس بشان أوكرانيا وجاء في البيان إن دول مجلس التعاون تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وتؤكد تأييدها للجهود كافة الرامية إلى حل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية ومواصلة العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2222 كما تؤكد دول مجلس التعاون دعمها للجهود الدولية المبذولة في تخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهديئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة وتشدد دول مجلس التعاون على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا سيما تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الاقليمية وتود دول مجلس التعاون أن تؤكد عمق العلاقات التي تربطها مع الأطراف المعنية كافة ومن هذا المنطلق فإننا ندعو جميع الأطراف إلى التهديئة والتحلي بضبط النفس والعمل على إنهاء هذه الأزمة بأسرع ما يمكن وبالطرق الدبلوماسية بما يلبي مصالح جميع الأطراف وبما يجنب المدنيين تابعات التصعيد والمزيد من الصعوبات الإنسانية